اشتركوا في القناة رئيس مجلس النواب ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفي بداية الاجتماع أكد معالي رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية تضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى المعيش في صميم أولوياتها وهو ذات الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية ويأتي ذلك تنفيذا للتطلعات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم متواصل من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيدا معالي بجهود رئيسي وعضاء لجنتي شؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والنواب والفريق الحكومي المعني بإعداد الميزانية العامة للدولة وما شهدته الاجتماعات المستمرة من مناقشات مثمرة اتسمت بالمسؤولية الوطنية والجدية والالتزام في تحقيق التوازن المالي وأشار معاليه لحرص السلطة التشريعية في العمل على تحقيق التوجيهات الملكية السامية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإخضاع كافة البرامج للمزيد من التطوير وبما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين ويوفر الحياة الكريمة لهم من جانبه أكد معالي رئيس مجلس الشورى أن التوافق والوصول إلى مسارات مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في مناقشة بنود وتفاصيل مشروع الميزانية العامة للدولة يعتبر تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك المعظم بشأن استمرار التعاون وتنسيق من أجل المصلحة العليا للوطن وتعميق مبدأ التشاور القائم مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن استمرار بحث ومناقشة المرئيات والاطلاع على المقترحات البناءة ودراستها مع الحكومة الموقرة يؤكد الحرص والاهتمام بصوغ مشروع قانون الميزانية بما يساند المبادرات والخطط التي تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي لمملكة البحرين وتفتح الآفاق أمام الوصول إلى التوازن المالي مؤكدا أهمية تضافر الجهود ومضاعفة العمل من أجل تقديم مشروع متكامل يسهم في استدامة التقدم والنماء لمملكة البحرين وينهض بالمجالات التنموية المختلفة كما تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر والثناء لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الحكومي منوها بمساعيهم الدؤوبة وحرصهم على توفير البيانات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تطرح بشأن الميزانية من جانبه أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مصلحة الوطن والمواطن تمثل أولوية قصوى لدى الجميع ولأجلها يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة والجهود والمساعي والعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية وأشار معاليه لأن المبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند صياغة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص واعدة للمواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء لافتا معاليه لأن هذه الأسس ستكون منطلقا لتحقيق الأهداف المرجوة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن مشيرا إلى مواصلة تسخير كافة الجهود من أجل تبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي وبما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين وأكد معاليه استمرار الحكومة في تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج بالتنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية ترجمة نانسي قنقر